موسيقى 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 مية تلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي واجه العراق اللي نشأت حضارت على ضفتي دجلة والفرات أزمة مياه مستمرة نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية طبعا هذا فضلا عن فقدان البلد لاستحقاقات المائية القادمة إليه من دول الجوار ولمواجهة هذه الأزمة أعلنت وزارة الموارد المائية عن خطة لتنظيم إدارة المياه بالبلد فشنو أهمية تنظيم وتوزيع مياه الأنهار عبر إنشاء النواظم ومحطات الرصد وكري الأنهار وشلون ممكن استخدام التقنيات الحديثة بالري من خلال التحول من نظام الري المفتوح إلى الري المغلقة والأهم من كل هذا ما دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمجالات تحسين طرق استخدام المياه وكيف يمكن إعادة عاش الأهوار وتنمية الثروة السمكية والحيوانية أسئلة ومحاور سنناقشها بحلقة اليوم من بالعراقي ترجمة نانسي قنقر أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عن خطة تضمن ست محاور لتنظيم إدارة المياه بالبلد لنلقي نظرة سريعة عن أهم مضامين هذه الخطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أرحب بضيوفي عادل المختار مستشار سابق في لجنة الزراع النيابية ودكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات وخبير الموارد المائية تحسين الموسى وكل الهلاء ومرحبا بضيوفنا الكرام وأسمح لي أن أبدأ مع أستاذ عادل أستاذ عادل خلينا نتحدث بصراحة توجد عندنا أزمة مياه مياه أزمة حقيقية هذه الموجودة تكون فقط موسمية وممكن التغلب عليها شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء المهم جدا وتحية لضيفك الكريمين حقيقة اليوم أنت الظاهر بالصميم داخل قبل تعرف حضرتك نحن دائما ننظر لموسم موسم محدد يعني مثلا هسا اليوم كل التصريحات تقول إن شاء الله هذا الموسم الصيفي نعبره بسهولة أو براحة فلذلك هذه التصريحات أما السؤال المطروح ماذا لو كان الشتاء القادم جاف هنا رح نرجع لنفس المشكلة إنه شون رح لنخزين كل عندك الخزين اليوم ما يعادل 21 مليار متر مكعب من فضاء خزني يعادل 100 مليار متر مكعب فلذلك الخزين لا زال ضعيف بالنسبة للموسم الشتوي إذا كان ماكو أنطار أيضا حقيقة أردت طرق للاتفاقية الإطارية لو سمحت سنتي عليها أستاذ عادل لدينا محط حول هذا الموضوع نعم إذن المشكلة اللي رح نعاني منها حقيقة اليوم إدارة المياه يعني شفت المحاور حقيقة محاور يمكن للإعلام محددة يعني مثلا الزراعة أو الإرشاد الزراعة وين الإرشاد الزراعة حتى أنت رأى تنادي به فلذلك أنا أشوف كلام للإعلام اليوم المشكلة الخطة زراعية للموسم الصيفي اليوم أعلنت تحدد بحدود 925 ألف دونم منها بحدود 350 لنوعي الذرة اللي تزرع ومنها للخضر ومنها للموسم الشلب وهذا بعد ذاته تطور كبير إذن أكو حصة لهذا الموسم بالنسبة لزراعة الشلب أيضا لننسى هذا الموسم رح يكون حرارة مرتفعة فلذلك رح يكون الطلب على المياه أعلى وهناك أشجار تم زراعته هذه أيضا رح نحتاج مياه بارتفاع درجات الحرارة رح يكون تبخر أكثر وطلب على المياه هذه كلها محددات إضافية للخطة الزراعية الموسم الصيفي لكن في كل الأحوال نحب نطمن أنه اليوم رح نعبر الموسم الصيفي والله يطمك بالخير هذه معلومات حلوة استاذ عادل حلوة طيبة ترسل رسائل الطم أنا جميل لكن نفتح بالتأكيد مثل هكذا ملف ربما نستبق خطوات بعض المواسم صادف لدينا جفاف لدينا مشكلة حقيقية بأنه بالعراق المناخ لدينا تطرف مناخي وهذا يعني العراق من ضمن خمسة دول الأكثر فيها المناخ تطرفا لكن أشرت حضرتك وخليني أنتقل بالسؤال هنا إلى خبير الموارد المائية تحسين الموسوي من خلال الخطة الزراعية التي أشار إليها استاذ عادل المختار أشار إلى زراعة الشلب والشلب واحد من المحاصيل التي تحتاج كميات من المياه كبيرة جدا هذا دليل على وجود وفرة بالمياه لكن إذا كان لدينا وفرة بالمياه نستنفذها بهذا الشكل بهذه المحاصيل مهمة هذه المحاصيل من المحاصيل الاستراتيجية والتي يجب أن يكون لديها حضور ومدعومة بحصة المياه بالبداية استاذ عادل المساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام سوف رأي دعوتكم الكريم حياك الله حقيقة حبا صحح أنه الخطة الصيفية التي تمت إقرارها من المجلس بالاتفاق بين وزارة الموارد المائية وزارة الزراعة هي مليون وخمس وسبعين ألف وتقسمت على حوضين النهار كان من ضمنها مثل ما تحدث بالثور عادل زراعة الزرع الصفحة والبيضاء إضافة إلى زراعة مئة وخمسين دونم شلب والي سؤالك تحدد به وكيد هذا جدا مهم لإشارت لها كون أنه الرز هو من الزراعة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه في وضع وضع واختخل العراق بعد مواسم أربعة من الجفاف لم يستطع التوصل في انتزاع إلى اتفاقية أو تنفيذ حتى بروتوكول لإطلاق قصص العراق المائية والكل يعم قناتكم الكريمة كانت دائما مهتمة بهذا الملف من الجفاف القاسل الذي سبب أضرار كبيرة جدا أنا أعتقد لم يكن هناك حلول إنما أتى الحل من السماء وهذا أيضا يعود إلى تطرف المناخ كانت السنة غير متوقعة كان هناك التوقع أن سنين الجفاف ستستمر معا والتحديد السماء والمهتمين أنه خلال الثلاثين عام سيستمر الجفاف بلا العراق لذلك العراق يجب أن يكون ملف المياه والأمن الغذائي ملف ذو أولوية وستراتيجية الذهاب بزراعة الرز في هذه الأيام وهذه الظروف حقيقة لاحظ أيضا لا توجد سيطرة بالعراق أنا أقصد بين الحفظات سيكون هناك توسع أكثر من هذا الرقم والدليل ما حصل بالخطة الشتوية التي تحددت والآن عندما نتكلم عن موسم زراعي تحمل أضرار بسبب الأمطار تصل إنتاجية على أقل وزير الزراعة وزارة التجارة إلى 6 مليون طن إذن نحن نفذنا 12 مليون دون هذا يدل على أن هناك فقدان للسيطرة ونسبة عالية من التجاوز العراق الكل يعلم أنه دخل بالخطوط الحمراء بالإجهاد المائي وهذا تصنيف عالمي صنف بحدود 23 لكن أنا أقول الفضل الدكتور عادي المختار أنه خزين المائي بحدود 21 مليار متر مقعد حقيقة في هذه الظروف من الصعب أن يذهب العراق وهناك تهديد كبير بالنسبة إلى المياه إلى المحاصيل الستراتيجية هناك تعرف جنابك الكريم أن الأولوية تبدأ بمياه الشرب ومن ثم الجريان المائي ومن بعده إلى الزراعة نحن نتحدث عن إدارة مياه حقيقة هي متلكة دائما هناك يجب أن يكون تخطيط يجب أن نراعي زيادة الموارد البنشرية ليست فقط المناخ يجب أن نراعي أيضا نسبة الاستهلاك العالية يعني أمور كثيرة تتحدد بهذا الملف الذي يجب على الحكومة العراقية وحتى الحكومات القادمة أن تأخذ هذا ملف أن يكون ملف دولة هامية عندما اليوم مسألة المياه هي مسألة عالمية المنافسة على المياه وخاصة بين دول المشاركة الراعية وحقيقة الضرر ومن يتحمل الضرر وأكيد عندما نتكلم عن الأضرار ستكون دول المصاب هي المتحملة للاكثر عندما نذهب دائما هو الحديث يبدأ عن سوء الإدارة وهنا سوء الإدارة لن يتحمله وزارة الموارد المائية بقدر ما يتحمله مستهلكي المياه نبدأ بالمستهلك الأكبر من الزراعة ومن ثم نذهب إلى الباقي المستنزمات الأخرى حتى تصل إلى المواطن الحديث دائما والرسالة الإرشادية التي تتكلم عنها بالتقرير هي فقيرة جدا بالعراق يجب أن تكون منطلقة من مراكز التعليم من الوزارات منظمات المجتمع المدني لكن حقيقة وليست حصرا بوزارة الموارد المائية يجب أن يكون هناك تضافر جهود حول هذا الموضوع أستاذ تحسين وسمحنا نشرقنا دكتور صادق الركابي حول الموضوع مثل ما تابعنا بالتقرير وزارة الموارد المائية قدمت في سبيل هذا الموضوع تنظيم إدارة المياه ست محاور لتنظيم إدارة المياه بالبلد من خلال متابعتكم قبل قليل أيضا أستاذ تحسين أشار إلى أنه وصل العراق الخطوط الحمر فيما يتعلق بالإجهاد المائي مع هذه الخطط المقدمة ممكن يتجاوز العراق مرحلة الخطر وسمعنا كلام مبشر من أستاذ عادل المختار أيضا في البداية نعم تحية لكم أستاذ عادل وللغيوف الكرام الخطة هي برأيي تخاطب الجانب التركي أكثر مما هي خطة حقيقية وفعلية لماذا أقول هذا الكلام لأن الجانب التركي عندما حضر الرئيس أردوغان في زيارته الأخيرة جاء معه ملفات فيها أرقام هي من الجانب التركي أرقام تقول بأن العراق يهدر المياه بهذه الكميات أن أسلوب الزراعة في العراق قديم وأن هذا هو السبب الرئيسي في أنه هناك كميات قليلة من المياه المتوفرة ولذلك جاءت هذه الخطة كجواب للرئيس أو الجانب التركي على أن العراق يعني شوفوا ترى احنا عندنا خطة وإدارة وقادرين على ضبط استهلاكنا واستخدامنا اليومي لألمياه ولكن إذا نظرت إلى أسلوب الزراعة في العراق يعني أنا صحيح مؤيد لهذه الخطة ليست خطة سيئة ولكن هل العراقيون اختلفوا عما كانوا عليه قبل عشر سنوات وإحنا كنا نستخدم نفس الأساليب هي أساليب بدائية أنا ما أقول هي أساليب صحيحة ولكن هل هي هذه الأساليب هي اللي خلت الهذر أو الجفاف موجود في العراق لا أكيد هناك عامل التغير المناخي عامل أساسي في النقص الكميات والجفاف ولكن العامل الدولي وإهدار حصة العراق وعدم إعطاء العراق حقوقه المائية وعدم احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بتقاسم المياه هذا عامل أساسي وحقيقي وهو السبب الرئيسي الذي يجعل هناك نقص كبير في العراق أيضا هناك عامل يتعلق بالاختصاد العراقي نفسه يعني قد يكون غائب عن البعض أن شركات النفط العراقي العاملة في العراق تستهلك كميات كبيرة كانت خلال السنوات الماضية من المياه وتضخ هذه المياه في الآبار حتى يزيد الإنتاج حتى أن يعني الكميات التي يحتاجها العراق ليصل إلى مستوى السبعة مليون برميل أو ستة مليون برميل هي يحتاج إلى ضخ خمسة مليون برميل من المياه يوميا حتى يصل العراق إلى هذه الكميات الآن الحكومة العراقية التفتت إلى هذه الناحية وهناك مشروع قادم لنقل المياه من البحر عن طريق شركة توتال أنرجي في حق الأرطاوي وهذا المشروع يسمى مشروع الجنوب المتكامل وأيضا يضم محطة لتحلية المياه وهذا أمر جدا مهم يستخدم المياه لتحلية المياه وجعلها صالح للشرب في منطقة البصرة مدينة البصرة تغطية أربع ملايين نسمة هذا أمر إيجابي ولكن عملية أن تقول أن هناك هذه الخطة لإدارة ملف المياه أنا أعتقد أن هذه الخطة هي جزئية وهي ليست الخطة الشاملة الخطة الحقيقية يجب أن تشمل كل محاور الاقتصاد العراقي لديك معامل مصانع في العراق تستخدم المياه بكميات كبيرة وبالتالي هذه المعامل هل هي مشمولة بهذه الخطة لم نرى حديث عن هذا الموضوع لذلك يجب أن تتضافر كل الجهود في كل النواحي التربوية الاقتصادية الصناعية النفطية حتى يكون لديك خطة متكاملة وأن لا تغازل هذه الخطة الجانب الآخر لقدر ما تكون فعلا حقيقية للنهوض بواقع المياه في العراق يواجه مزارع النخيل بذيقار من مشاكل وتحديات تعرق الاستمرار زراعة بسبب قلة الدعم الحكومي والجفاف طبعا فضلا عن انتشار الآفات والحشرات الضارة ببساتين النخيل يحاول أبو أحمد وهو مزارع من الناصرية أن يكمل زراعة النخيل في بستانه دون مشاكل لكنه يواجه تحديات جمع أهمها الجفاف والآفات الزراعية التي حولت معظم بساتين النخيل في ديقار إلى أراضي جرداء نحن نعاني من مشكلة النخيل النخيل انظره في حشرة الدوباس والمرض والتجريف فلذلك انعدمت التمور في ذلك البساتين قبل نصدر التمور من المحافظات العراقية وهذا حالي نستورد التمور فلذلك نطلب من الحكومة أن تهتم بهذا الموضوع اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديقار يقول أن الشحة المائية وقلة الدعم الحكومي المقدم لمزارع النخيل دفعهم إلى تجريف بساتينهما وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية ما سبب مشاكل بيئية واقتصادية كذلك الآن تلاحظ أنه دائما والمناطق المحيطة بمراكز المدن هي مناطق انتاجية سواء كانت في بساتين النخيل أو المحاصيل الاستراتيجية أو الخضروات في حال استمرار هذه العملية هناك اختلال في التوازن من حيث توازن اقتصادي من حيث أنه أصبحت أراضي غير قابلة للزراعة بالتالي امتداد المدن يعني عندما يكون الفلاح إلى يعني مبلغ من بيع الأرض فهو سوف يضطر مجبورا على بيع تلك الأراضي لتتحول إلى دور سكنية مديرية الموارد المائية في ذيقار قالت إنها استعدت للموسم الزراعي الصيفية من خلال حملة كريل للأنهر وتوسعة جداول الرية ورفع التجاوزات في خطوة قد تسهم بإيصال المياه إلى المناطق الزراعية المتضررة قامت مديرية الموارد الموارد في ذيقار واستعدادا للموسم الصيفي وبإسناد مباشر من قبل تشكيلات الوزارة كلماندارة الكريل ومديرية الصيانة في ذيقار بعدة إجراءات من هذه الإجراءات هي تطهير الجداول على عمود نهر الغراف وعمود نهر الفرات وكذلك العمل بنظام المناوبة والمراشنة وتعاني أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية في البلاد من تراجع زراعة النخيل والمحاصيل الستراتيجية الأخرى بسبب الجفاف وتقليص الخطة الزراعية وتقدر أعداد النخيل في العراق بـ 12 مليون نخلة حاليا بعد أن كانت ثلاثة أضعاف هذا الرقم في وقت سابق فيما تقول وزارة الزراعة أنها نجحت بزراعة أربعة ملايين نخلة في شمال وغرب العراق في تجربة هي الأولى من نوعها علي العتاب الحراء ذيقار أهلا بكم من جديد في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي ضيوفا ومشاهدين أستاذ عادل يعني الله يعيني المزارع من يجد نفسه عاجز عن إيصال المياه البستان نخيلة التي كانت في يوم باسقة بهذا الشكل المزارع مثل ما شفنا ضيوف الكرام يقول نحن بالتأكيد وفرة مياه تصل لهذه البساتين وتعرفون حضرتكم ليس بسهولة بأنه أن تنشئ بستان بهذا الشكل يعني لدامته يأخذ وقت طويل جدا حتى يصل إلى ما يصل إليه وما نتحدث فقط عن النخيل يعني أسفل من عنده بالتأكيد أكو أشجار البرتقال والليمون أيضا في ذات الوقت استار عادل نعم حقيقة أريد ذكر حضرتك يمكن في لقاء قبل سنة حجينا نهبساتين النخيل يجب أن تتحول إلى الريب التنقيط وتدعم حتى يفرق هذا العمل إذا قمنا به سيفرق بحدود 3 مليارات متر مكعب سنويا مي فتخيل الرقم لكن مع شنو الصعوبة بالموضوع شنو الصعوبة بالتحول إلى التنقيط ماكو أي صعوبة ماكو أي صعوبة كم يكلف الفلاحة والدولة في ذات الوقت يعني يعني هي الصندات هاي السود اللي موجودة بالأسواق المحلية ويقدر يربطها هو وحفرة دائر ما دائرها ويسوي يعني ما تكلف بتصوري للخمسة دوان ما تكلف 3 ملايين دينار والمصرف الزراع ينطي ويبقى بستان النخب بعسيق وزاهي بالضبط بالضبط وفي حفرة صغيرة يمكن بقيت غرفة نقول 5 في 5 تكفيك يمكن كم شهر مي الفكرة الثانية حقيقة سوء الإدارة للمي تعالي اليوم خلنتكلم اليوم سد الموصل تقرف حضرتك سد الموصل الارتفع اليوم لمنسوب أعلى من المتوقع وصل 325 متر ارتفاع بينما هو المسموح 321 يعني 4 متر ارتفع زيادة طيب ليش رفعته زيادة مؤمن أنت عندك الثرثار فارغ كان المفروض تحافظ على 320 وزايد تدفع للثرثار اليوم بدأوا يطلقون كميات كبيرة بحدود 800 متر مكعب الإرادات التدجي من تركيا 800 فلذلك يطلقوها كله حتى يحافظون على المنسوب تخوفا لا يرتفع في سد الموصل هذا كله سوء إدارة أنت اليوم ترفع المنسوب لأعلى معدل بينما الفلاح اليوم ما يحتاج المي تعرف اليوم خلصه ويحظون فما هده يحتاجه فهذه المناسب المرتفعة كان لازم تفكر بيها اليوم أيضا أنت المي عندك يجد يجيك مي هو هذا السؤال يعني خلينا نناقش الخطة الزراعية للموسم الشتوي المضة أنت من تزرع وتنتج 6 مليون طن يعني يجد زرع مساحة بحدود 14 مليون دونم تخيل يجد مي يحتاجك لل14 مليون بحدود 30 أو أكثر 30 مليار يعني لو زرع خلينا نقول مليون ينطن وخازل لك 20 مليار متر مكعبة خلي شون شان الوضع هذا التخطيط الذي نقول عليه تخطيط أو سوء إدارة اليوم وضع أصبح حرج جدا لأن أنت تنظر موسم الصيف إلمن ويا من أنت تحكي أستاذ عادل إلمن هذا الكلام موجه يعني سوء تخطيط سوء إدارة إلمن أضعكك بسألكم لا أحد يسمعها أنا أعطي فيه كل الفضائيات حتى الاتفاق التركي أنا مئة مرة عددت واحد اثنين 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 ولا واحد سمعها ولا واحد حطها بالاتفاق ولذلك الاتفاق عديم الأهمية سنسمع لك أيضا بالمحطة المقبلة حول هذا الاتفاق لأن ستكون لدينا محطة حول هذا الموضوع لكن دعني أشرك هنا استاذ تحسين هذا موضوع مهم واحد المواضيع المهمة جدا هذه بساتين النخيل والبرتقال والرمان تحتاج للنجدة كما يقال الزراعية مثل ما عندنا نجدة بشرية ونهرية في ذات الوقت نحتاج لهذه النجدة الزراعية لأن تمد يد المساعدة السريعة لإدامة الحياة بهذه البساتين بدل أن تجرف أليس كذلك يعني أولا هذه البساتين كانت خاضعة لقوانين بغض النظر هي عن ما نتكلم عنه اليوم نتكلم عن النخيل نتكلم عن هوية العراق مثل ما تفضلت الشامخات الباسقات يعني حقيقة عندما كانت مؤخزنة العراق تعد على إنتاج وتصدير التمور عندما كان العراق يتصدر ويسوق أستاذ تحسين عندنا النخل وعندنا البرتقال وعندنا بعض الشين الرمان وعندنا الشلب أيضا في ذات الوقت هاي ماركات عراقية يعني مميزة كل الحمضيات وكل الفواكه لكن نتكلم عن نخيل كان موازنة العراق تعاد على إنتاج النخيل نعم يعني كان المنتوج الوطني الأول يعني أعلى من إيرادات النفط نتكلم لكن هذا مثل ما أتفضل تقريركم الآن 12 مليون نخلة وأعتقد الداخل بالخدمة ما يتجاوز الستة مليون فليست فقط أسباب الجفاف منها أسباب عدم تطبيق القوانين يعني اليوم لاحظ سابقا عندما نتكلم اليوم عن تجريف البساتين والمناطق الخضراء الجريمة الكبرى لاحظ اللي أكثر بدأت تذهب إلى التوسع السكاني يعني نرجع للقوانين كان مسؤول الوحدة الإدارية عندما يكون تجاوز وتغيير جنس أو استخدام البستان إلى جنس تجاري أو سكني يتم سحب هذه ويعرض بالمسائلة وتصل إلى السجن يعني حتى الملكية الخاصة لا نتكلم فقط على العقود إذن هناك عدة أمور هي حقيقة وعدة بعد 2003 حدث التراجع كبير في هذا القطاع ناهيك أيضا عن الخدمة التي أصبحت بعيدة وخاصة مكافحة البساتين من الآفات والحشرات وخاصة هذه كانت على وزارة الزراعة تقوم قسم الوقاية باستخدام المبيدات والمكافحة أنا ليجدأ أسأل أستاذ تحسين ممكن نجعل لهذه الماركات العراقية المميزة النخيل الشلب الأشياء المعروفة عراقيا والتي ممكن هي واجهة عراقية ممكن نجعل لها خصوصية مثل ما ذكرنا نجدأ نجدأ لهذه البساتين نجدأ لهذه المزاعة خصوصية معينة نوصل إليها المليه ونديم الحياة التي موجودة بها ممكن هذا الشيء لهذا صعب هذا واحد من الأحلام أستاذ عادل مو أحلام هذا أحد وسائل وسائل عيش تتكلم عن أمن غذائي تتكلم عن إنتاج نحن نتكلم عن حياة لابد أن نلاحظ أنه السنوات ونقض في بداية الجزء الأول أن العراق خلال 30 عام المقبل يصنف من الدول الجافية بسبب أيضا تأثيرات المناق رح يهدد أمن القومي يهدد أمن الغذائي لذلك على الحكومات القادمة أن يكون برنامج الغذاء والمياه ذو أولوية يعني نتكلم عن رسالة نتبنى أنه الفاعل السياسي ينتبه نتبنى للي يدير ويرسل خطة مستقبل العراق العراق لحد الآن يتعاملوا بخطط على مجلس الأعمار من خمسينيات القرن السابق لم يأتي أي جديد أنا أقول هناك نو زيادة بالموارد البشرية وتراجع بالإنتاج الزراعي تتكلم عن 40 مليون دونم صالح للزراعة واليوم ما عدنا أكثر نزلنا للمليون ونص يعني فيه ضلوب صعبة نتكلم عن مياه عن الأنهر وخزانات كانت هناك تدفع وتذهب حتى إلى تحلية المياه في شط العرب بل بالعكس كل يتذكر كان هناك في أيام النظام السابق مدئن بوب إلى الأردن ليصال المياه العذبة إذن هذا التراجع مع هذا يحتاج لحقيقة اليوم مقفة ويحتاج مراجعة نعم لدينا مثل ما تفضل دكتور عادل هذا كل ينطبق لسوء الإدارة أما إذا تتحدث أنا أفهم سؤالك أستاذ عادل المقومات موجودة تتكلم اليوم عن موازنات موازنات انفجارية لدول مجاور العراق ودول أقل من العراق وصلت أبعد من ذلك وهي في موازنة لا تصل إلى 10% من موازنة العراق يعني حقيقة اليوم نحن نتكلم ومحدثين أو مشخصين الخلل يعني الخلل اللي يتكلم كله يرجع يربطنا بالجانب السياسي ويربطنا بمنظومة وقافة الفساد اللي ما قدروا والفاعلين السياسي بالعراق فك شفرت وانتزاع عافة الفساد اللي أرمت بظلالها على كل مفاصل الحياة بالمناسبة أنا لا أتكلم فقط عن الفساد المالي هناك فساد أخطر هناك فساد جهل ضرب هذه المنظومات بحيث أصبحنا دول متراجعة عندما نتحدث عن منظومات رهية ليست حديثة بالعاكس العراق بعام 70 استخدم منظومات ترشيد المياه وكانت أول تجربة الوزير الحالي دكتور عون في البصرة بالسبعينات بإنشاء محطة باستخدام تقنيات الضرش يعني نحن نتكلم اليوم حقيقة وهذا التراجع اللي أصابنا مع نمو يعني نتكلم نمو بالموارد إذن الخلل واضح ومشخصين أما تقل لي أكو أمكانية الأمكانية موجودة والمقومات موجودة لكن تحتاج إلى إرادة وطنية حقيقة هذا الواقع هذا اللي نتكلم به تحتاج إلى إرادة وطنية في حل مشاكل العراق مع دول الجوار بحصص العراق المائية ويجب أن تكون نعم وهذا رح نتوقف عنده أستاذ تحسين ونحن نتمنى حقيقة الأمر تواصلنا مع المسؤولين في وزارة الموارد ونتمنى أن يكون معنا أحد من عدهم لكن اعتذروا باللحظات الأخيرة مع الأسف لأن رأيهم مهم أن يكون في هذا الموضوع ونستفيض من عدهم من الآراء هم يتحملون المسؤولية جهات أخرى تتحمل المسؤولية أستاذ صادق دكتور صادق يعني عارفت تتكلم ايه اتفضل اتفضل أستاذ تحسين يعني لا يتم التركيز على وزارة الموارد المائية حقيقة أنا قد إدارة المياه ومستخدمين مياه مسؤولين عنها يعني نبدأ نبدأ من الزراعة إلى التجارة إلى الصناعة إلى النفط إلى البيئة إلى المحافظات إلى حتى المواطن حتى المواطن أيضا مسؤول المزارع مسؤول لكل مسؤول لأن هذه المسؤولية التاريخية سنورتها للأجيال أيضا أستاذ تحسين أستاذ دكتور صادق يعني أستاذ تحسين أشار إلى نقطة مهمة جدا إلى أنه مسألة الأمن الغذائي والمائي هذا أمن قومي يعني هذا الموضوع مو بسيط يعني بساني خليني أسألي نانا يعني من المسؤول عن تحويل بما موضوعنا نتحدث عن هذه البساتين وهذه واحدة من المواضيع المهمة أيضا جدا من المسؤول عن تحويل جنس هذه البساتين المزارع للجهات يعني المختصة التي أهملت بأنه مد يد المساعدة له البعض يقول بحقيقة الأمر يابا ترى المشكلة كلها بالمزارع لأن بعد ما يجعل إيده بلقاء ولذلك قام يحول الجنس يبيعها بأنه هذه الأراضي إلى مناطق سكنية يحولها دعونا ننظر إلى بيئة المجتمع العراقي المجتمع العراقي وتحديدا في مناطق الزراعية ومجتمع عشائري والعشيرة عدها الأرض مثل العرض ولا أعتقد أن أي فلاح عراقي يفرط بعرضه لا سمح الله ولذلك قد يكون فقدان نخلة في العراق بالنسبة للفلاح مثل فقدان ابن له أو ابنت وبالتالي هذا الأمر لا يتقبله الفلاح لنفسه لكنه أجبر أجبر بفعل عوامل عدة أولا عامل التغير المناخي والجفاف هذا عامل كان جدا مؤثر في الزراعة في العراق وتعرض الكثير من المناطق للتصحر العامل المهم الآخر هو فقدان حصة العراق المائية وعدم وصول كميات كافية إلى هذه المناطق والتي أدت إلى تحول التربة إلى المالحة وفي كثير من الأحيان يصعب يعني معالجة هذا الأمر وزراعتها مرة أخرى الأمر الثالث المهم هو الزيادة السكانية التي لم تعمل الدولة العراقية على استيعابها نعم لكن ما هو موجود دكتور صادق مثل ما أشار أستاذ عادل فيه إمكانيات موجودة ممكن يكون عن طريق التنقيط توصل لهذه البساتين وانديم الحياة بها وتستمر لكن يحتاجون فقط إلى مساعدة ممكن عن طريق قروض عن طريق دعم حكومي مؤقت ربما لإدامة الحياة بهذه البساتين حتى فترة معينة تعين الفلاح وتمكن يعني ليس أكثر صحيح ولكن هنا يدخل أمر الفساد وأمر الجشع بعض التجار مثلا هناك منظومات للري الحديثة تباع في مثلا تركيا بنصف السعر التي تباع فيه في العراق ليش هذا التفاوت الكبير في السعر وليش ما الدولة مثلا توفر هذه الكميات بالأسعار المنافسة للفلاحين الأمر الآخر الفساد في قضية القروض الزراعية التي أحيانا تمنح للبعض ولا تمنح للآخر أو تمنح للفلاح ولا يتم مراقبة أداء هذا الفلاح أو المزارع في استخدام كامل المبالغ في الأرض وبالتالي إدارة هذه المبالغ لاحقا هذه العوامل المجتمعة جعلت كل هذه النقص الحاصل في سواء النخيل أو في عدم قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة أو تداركها وأيضا لا تنسى بعض الآفات الزراعية التي كان هناك دائما كنت أحضر مثلا عن قنوات التلفزيونية أشوف نداءات الفلاحين واستغاطات الفلاحين ويأتيك الرد بشكل قل مما يمكن أن يتدارك هذه الآفات الحشرية التي يتضرب بأراضي الفلاحين وبالتالي هذه مسألة كما تفضل الأستاذ الكرام مسألة أمن غذائي وأمن أقليمي ومسألة وجود بالنسبة للعراقيين وليست مسألة ترف أو مسألة نلقي بالنوم على بعض الأخر هي مسألة وجود لأنه هناك قرابة سبعة مليون عراقي الآن مهددون بترك مناطقهم سبعة مليون عراقي يترك مناطقه ويذهب إلى المدن لك أن تتخيل حجم الضغط على المدن والكارثة التي تحدث في الأراضي التي يهجرها هؤلاء لديك كارثة في القطاع الثروة السمكية ستين بالمئة نقص في الثروة السمكية آلاف رؤوس المواشي في الأهوار نفقت هذه كلها ثروات بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للدولة العراقية يعني أنا اللي عرفت من حضرتك من خلال لقاءات صحفية مع حضرتك بأنه ترى بأنه في ما يتعلق بالاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي حول الإطلاقات المائية بأنه اتفاقية مخيبة للآمال لماذا؟ حقيقة أريد أن أفعل مداخلة صغيرة وسريعة على موضوع التمور حقيقة مشكلة أنت يوم تواجه قطاع التمور وليس النخيل لأنه هناك فرق بين هذا وهذا اليوم النخيل دخلت لها حشرة السوسة الحمراء وهي صرطان النخيل والله يستر منها ولحد الآن كل شيء ما كو هاي أولا ثانيا الهند تريد منعدنا مئة ألف طن سنويا تمور مقايضة هاي صار عشر سين ولا أحد جمع هاي الكمية ويروح يقايضها مع الهند حتى يحسن من قيمة التمور العراقية هاي انتين منها اليوم نرجع حقيقة كنا نتأمل بالزيارة التاريخية للرئيس التركي بعد أن السيد السوداني قام بهذا واجاب الرئيس التركي كنا نتأمل هاي الزيارة رح تحقق منجز كبير وحل كل مشاكل العراق المائية وخروجنا من مصطلع خامس أكبر دولة متضررة بالعالم تخيل لكن مع الأسف المذكرة أو الإطار الاستراتيجي كانت ضعيفة جدا لم تحوي على موضوع سد جزر القاتل هذا رح يبنى على نهر دجلة هذا رح يقتل حوض المياه نهر دجلة لأنه سد أرواعي هاي أولا ثانيا تركيا تعتبر نهراء دجلة والفرات نهران محليان عابران للحدود وليس دوليان اتخيل نهران محليان عابران للحدود لكن مع الأسف احنا نشوف الإطار وضع رؤية لحصة مائية جديدة للعراق من المياه العابرة للحدود شنو المياه العابرة للحدود يعني تجاوبت مع تركيا بهذا الموضوع بالضبط أليست هي استحقاق دولي ومفروض على الجانبين الحصول بحصص متساوية لا لا احنا لحد الآن ما عدنا حصة وهي تركيا متفضلة تطينا وهذا هو المشكلة الحقيقية كان المفروض اليوم عدنا ملفات العسكرية والنفط وطريق التنمية كان المفروض نستغلها في مطلب واحد هو الموافقة تركيا الذهاب للتحكيم الدولي حتى نحسم الملف هذا حقك وهذا حقي لكن مع الأسف هذا هم ما مع تركيا 2015 وقعناها ما فعلت كان المفروض تطلب أنه فعلوها أيضا ما طلب كان المفروض أيضا أحد البنود يوثق بشيء أنه تقدر يجب إعطاء العراق حصة رقمية 500 متر مكعب الثانية على دجلة على أن لا يقل عن 500 متر مكعب الثانية على دجلة واتفاقية 1900 مذكرة تفاهم 1987 اللي وقعت بين تركيا وسوريا اللي تركيا تطينا 500 متر مكعب إلنا والسوريا إلنا 290 والسوريا 210 وأيضا هذا ماكو شيء أريد أضرب مثل أخير أتصور المشكلة بين مصر وأثيوبيا مصر وأثيوبيا أكو اتفاق بيناتهم اتفاقية أنه تتعاهد أثيوبيا أن تنطي مصر 55 مليار متر مكعب ونص لمصر سنويا وهذا الاتفاق موثق بالأمم المتحدة ومع ذلك اليوم مصر تريد تشتكي على أثيوبيا ووصلت لمجلس الأمن ورغم عدها اتفاقية موقعة ومثبتة ما قدرت لأن أثيوبيا ما تقبل التشكي فتخيل الوضع المائي صارت روحنا بيد تركيا اطيناها كان المصطلح برمين الماء مقابل برمين نفوط اليوم برمين الماء مقابل الاقتصاد انطيني للشركات تركية شغل حتى أنطيك ماء هذا موضوع مهم جدا موضوع حياة أولا وأخيرا مثل ما حضرتك أستاذ تحسين حول هذا الموضوع موضوع أمن قومي فيما يتعلق بالمياه لكن خلينا نبحث عن حلول شون الحل نحل هذه المشكلة ومشكلتنا ليست فقط مع تركيا مع إيران على رغم من كون ربما مشكلة يسيرة بقدر أو بآخر كون المياه الواردة من إيران قليلة يعني سيد هذه الحقيقة هذا يرجعنا إلى قوة المفاوض والنقاط القوة ونقاط المفاوض يعني لربما مر العراق في نقاط ضعف كبيرة أو لربما المشاكل الكثيرة بالعراق جعلت من دول الجوار أو دول المشاركة المائية استغلاء الموقف العراق الآن كانت هناك فرصة كبيرة تتمتع بها الحكومة العراقية خاصة ونتكلم الدكتور عادل عن الميزان التجاري اللي وصل إلى 24 مليار دولار نتكلم عن الملف الأمني التي تركيا تبحث في هذا الوقت وفي هذه النقلة النوعية عن تقدم في ملف الحزب العمال الكردستاني الباككة نتكلم عن طريقة نتكلم عن طريق الشركات عن طريق حسن الجوار لكن للأسف الشديد مثل ما قال كانت هناك يعني ليست هي بمستوى الطموح لا ممخيبة للأمال كنا نبحث عن يكون هناك تدعيم أو يكون هناك حقيقة تنفيذ للبروتوكول اللي صوت عليه البرلمان التركي في 2019 طاعة لكن اللاحظ استاذ تحسين اليوم هذا موضوع طريق التنمية هذا الموضوع سيساعد حتى يكون توجيه من قبل السيد رئيس الوزراء بالإسراء في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون بمجال المياه بين العراق وتركيا بالتأكيد هذا يستند هنا على طريق التنمية والاتفاقيات المتبادلة أيضا هناك حقيقة الأمر اجتماعات يعقدها وزير الموارد المائية مع الجانب التركي لكن الملاحظ بها من يقوم بهذه المشاريع المائية أيضا شركات تركية كيف تنظر إلى هذا الموضوع للأسف هي نقطة التعاون لجارة المشتركة هو دائما لتركيا مثل ما تفضلت جنابك وتكلمت عنها أو الدكتور صادق تكلم عنها على أن عملي دائما أو تبعث رسائل بأن الاستخدامات العراق للمياه هي استخدامات غير صحيحة وهو حق يرد به باطل صحيح العراق يتعامل بطرق كلاسيكية قديمة العراق استهلاك لكن أبحث عن اتفاقية وحصة العراق المائية أبحث عن الاعتراف الدولي بالحقوق المشتركة بيني وبين تركيا وبين وبين إيران يعني عندما نتكلم عن هذه الحقوق الحقيقة اليوم التي هي غايبة أنا أقول العراق مرارا وتكرارا في هذا الظرف في هذا اليوم الانفتاح الدولي كان يحتاج إلى وسيط دولي قوي وقلناها مرارا ونكررها أيضا على العراق أن يستفاد من دول أو تجارب الدول المتنازعة على المياه وعملية التفاوض وكيف أشركت هذه الدول المفاوضين لقوياء العراق بحاجة إلى مفاوض بمستوى الاتحاد الأوروبي العراق بحاجة إلى مفاوض بمستوى البنك الدولي العراق بحاجة مفاوض بمستوى الولايات المتحدة هكذا مفاوض ممكن أن يصل مع العراق باتفاقية تزم دول الجوار اليوم هناك حقيقة فرصة كبيرة للعراق لكن عندما تأتي ومثال هذه الزيارة كنا نبني علي أمال كثيرة أن تأتي بأنه سيكون هناك مركز الأبحاث أكيد هذا المركز سيعد دراسات وهي صور ووثاق معدة أن العراق استخداماته للمياه هي غير صحيحة لا توجد وحدة معالج وكان أيضا للعراق ممكن أن أصفها بهذا الوصف أن يبتعد عن ابتزاج دول المشاركة المائية خاصة بعملية حصاد المياه عندما تكون هناك سيول وأنطار كان على العراق إقامة مشاريع لحصاد المياه وتطوير منظومة المياه نحن هذه أيضا عملية أيضا عملية تحليل المياه من البحر هي الابتعاد والابتزاز عن عملية الدول المشاركة المائية وأنا عندما قلنا استطيع التخلص من الابتزاز كون أن العراق لديه الآن موارد قوية موازنات كبيرة تمكنهم من إنشاء بناء تحتية لهكذا مشاريع لكن للأسف الشديد لاحظ هذا الملأة طيب لم يأخذ أولوية هذا موضوع مو بسيط هذا موضوع حياة أو موت الماء شريان حياة في كل دول العالم وهذا معروف للكل دكتور صادق يعني خليني نسأل هناك كيف يمكن مع وجود هذه الصعوبات أن نوفر المياه من دور المنبع وماذا نقدر نعقد اتفاقيات معها مع تركيا مع إيران لدينا بعض المشاكل ربما تتأخر رح يوصل الماء لكن خلينا نسأل يعني بهذا الموضوع كيف يمكن تحسين إدارة الموارد يعني هنا ما لدينا من موارد مائية بالبلاد حتى نتجنب يعني تفاقم الأزمة ربما في المستقبل أو في حتى في وقتنا الحاضر يعني أنا هذا ليس صراحة من صلب اختصاصي بشكل كامل ولكن ممكن أبدأ رأيك اقتصادي لكن أريد فقط أن أعلق على موضوع الاتفاق مع تركيا يعني خلينا نضع أنفسنا مكان السيد السوداني كميات المياه الموجودة في العراق لا تكاد تكفي يعني أو أقل من النصف حاجة كبيرة لتدارك الأمر وبسرعة خطيرة وهناك ضغط تركي الرئيس أردوغان قال في الاجتماع قال أنا لن أتكلم عن أي حصة ثابتة لتركيا والعراق لا يوجد ما يسمى حصة ثابتة تريدون ماي عندي هذا الحل خلونا نحول هذا الملف من ملف توتر إلى ملف فرص مثل ما سوينا طريق التنمية ورح نشارك به إحنا نريد نشارك أيضا في مشاريع اللي هي تحافظ لكم على المياه هذا ما سمعه السيد السوداني وبالتالي عندما يجد أن هناك نسبة كبيرة من الأراضي العراقية السيد السوداني بها جفاف هناك مطالبات بتدارك الأمر بسرعة أنا لا أدافع عنه ولكن للأسف يعني جئنا في الوقت الخطأ لنطلب أن يكون هناك أوراق عراقية لا يوجد لدينا الآن أوراق قوية أنتم تتحدثون بصراحة عن التجارة وملف التجارة في العراق ويمكن أن يستخدم ملف التجارة زين أنت إذا بدلت بحدود 30% من السلع التي تغطي السوق العراقية وجوز أكثر من السلع التركية على بديل هل من السهولة أن تجد هذا البديل عن هذه السلع التركية التي تغرق الأسواق إذا وضعنا هذا الملف ويعني بادرنا به ما هي العواقب سواء كان على ملف النفط سواء كان على ملف الأمن وأيضا أعرج الآن على الخطة التي طلبتها حضرتك لذلك ملف المياه في العراق هو ليس ملف مياه فقط هو ملف سياسي ملف زراعي ملف صناعي ملف نفطي يجب أن توضع خطة كاملة استراتيجية كاملة تتضافر بها كل كل وزارات الدولة مجلس أعلى لإدارة المياه تدخل فيه كل الوزارات وبالتالي يكون تنسيق كامل على كل النواحي والأصعدة أما أن تختص فقط وزارة الموارد المائية وتغرد وزارة النفط في أمر آخر ثم لديك أمر مهم أين هي مسؤولية شركات النفط التي تعمل في العراق أين هي المسؤولية الاجتماعية وين تنفق هذه الأموال لماذا لا تدفع أموال لتدارك البنى التحتية لمشاريع المياه من قبل شركات النفط العاملة في العراق هناك الكثير من الأمور التي يجب نستفاد منها ولكن صدقوني نحن جئنا في الوقت الخطأ لنطلب أن يكون لدينا مفاوض قوي ضاعت علينا الكثير من السنوات وهذا بسبب مع الأسف فساد طيب خليني أنتقل أستاذ عادل أستاذ عادل خليني نسأل هنا إذا ضاقت علينا الحلول خليني نبحث كيف يمكن هنا استخدام ربما الذكاء الاصطناعي في البحث عن حلول لأزمة المياه في البلد في إمكانية لهذا الموضوع حاليا الذكاء الاصطناعي يستخدم في الكثير من المجالات ويأتي أكله أستاذ العزيز خليني نكون صريحين الماء موجود لكن سوء الإدارة مالتك أنت سنويا يجيك 40 مليار متر مكعب من تركيا العام إذا زرعت أنت جد 5 مليون طن من ينتج 5 مليون طن إذا صارف مي أول عام إذا قد أنت جد أول أول عام أنت اليوم يجيك مي أخوان خلي نكون صريحين وين أكو شحة مائية لكن أكو سوء إدارة أنت من تستخدم الرئيس سيحي شنو معنى معنى هدر بالمياه زين أنت اليوم زارع إشقد مليون ونص هي الخطة لكن أنت زارع لك 14 مليون كلها منين غير بالرئيس سيحي هذا كلها خطأ فإذا أنت عندك مي لكن ينقصك شيء واحد الخطة مالتك اللي هي السياسة على أيام الوفرة المائية المفروض تتحول على أيام الجفاف أنت أصبعك من دول المعرضة للجفاف فلذلك الشازم السوي ترشد استهلاكك للمياه طيب هذا سراحة أقول لك ابعد الحنطة خلي لا نجي بقاري الحنطة هنا إشقد رح تصرف مي شوف الدواجن معطل تقريبا عندما نشاكل محطات الأبقار معطلة الأسماك اليوم أنت فلشتها رغم 40 مليار يوصل لك مي وهي تحتاج مليار وربع رح تفلشتها شنو الحكمة بيها طيب من فلشت وحيرات الأسماك البديل شنو ما عندك بديل كان المفروض تروح للمياه الأقليمية الفاو تروح لشطة العرب تتصورني طيب المشكلة عندك بالتسويق الزراعي مشكلة بتكلفة الانتاج الطيران شفت قبل شوية تقريرك هذا كل طيران معطل صار لثمانة سنين طيب أنت شنو اللي تتسويه من غير تزرع حنطة بالرأي السيحي طيب السؤال أصبح واضح أنت عندك مي لكن سوء الإدارة مالتك دي يخليك محتاج لي مي هل هذا الاحتياج يخليك ما تطرح موضوع سد الجزرة ولا تقول لهم خلي نجيب تحكيم دولي ولا تقول لهم تعالوا نحدد فد حصة رقمية مثل ما لسوريا 1987 وهم موافقين علي حصة رقمية طيب أريد أذكرك للتاريخ للتاريخ حتى نعرف في سنة 2009 الرئيس التركي كان رئيس وزراء جاء للعراق باختصار السار عادل للبرلمان بالسريع وجاء للبرلمان لجنة الزراعة بذاك الوقت الله يرحمه محمود العزاوي رئيس اللجنة وقفه وهو وقصيلي سهل مقرر وكريم قالوا ما يصير إلا تحطهم بنج مي مصارع طيب أذكرك أيضا طيب أنا أشكرك 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 ضيوفي الكرام أشكرك ضيوفي من بغداد عادل المختار مستشار سابق في لجنة الزراعة النيابية ودكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات وخبير الموارد المائية تحسين الموسوي وسلامتكم انتهت حلقة اليوم مباشر موضوع جديد تقبلوا تحياتي أنا عادي السلام عدعناكم اشتركوا في القناة